تحولات أمريكية تجاه الرئيس النظام السوري بشار الأسد وفق إشارات أمريكية وتصريحات سياسية وإعلامية مركز ناشنال ريفيو الأمريكية يقول إن الشواهد والإشارات تكشف بأن تحولا حصل في موقف دارت بايدن باتجاه التطبيع مع سوريا ويعتبر التقرير الترتيبات الأخيرة التي تضمنت موافقة أمريكية على رفع أو تجميد بعض العقوبات عن سوريا بحيث تتعاون واشنطن ودمشق في خطة لإنقاذ إمدادات الكهرباء في لبنان بأنها مؤشر عملي على تحول آخر في سياسات بايدن بالشرق الأوسط ويوضح التقرير أن إدارة بايدن قلصت خلال الأشهر الثمانية الماضية وبشكل تدريجي من التزام الولايات المتحدة بعزل الرئيس السوري إدارة بايدن تبنت أيضا نهج عدم التدخل إلى حد كبير في التعامل مع سوريا وعلى الرغم من أن هذه الإدارة قد لا ترحب بعودة الأسد بأذرع مفتوحة إلا أن الواضح أنها تركت الباب مفتوحا للآخرين للقيام بذلك وفق ما أفاد به التقرير الذي أشار كذلك إلى أن إدارة بايدن لن تعمل بنشاط بعد الآن لمنع الدول من التعامل مع الأسد إلا عندما يتطلب القانون ذلك على وجه التحديد لأن سوريا لا تشكل أولوية لإدارة بايدن التي بعثت بإشارات مختلطة حول تطبيق عقوبات قانون قيصر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يقول أن الإدارة الأمريكية لا تنوي دعم أي جهود لتطبيع العلاقات مع الأسد أو إعادة تأهيله بانتظار أن يتم إحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حلا سياسيا في سوريا وأكد التزام بلاده المستمر في المطالبة بإخضاع نظام الأسد للمسائلة والحفاظ على المعايير الدولية الأساسية مثل تعزيز حقوق الإنسان وحضر انتشار أصلحة الدمار الشامل مشددا على المهمة الإضافية الملحقة وهي المضي قدما نحو أقرار تسوية سياسية أوسع للصراع السوري موضحا أن بلاده لم تقود حملة دبلوماسية وسياسية لإقناع حلفائها ولن تعاقب الخارجين عنه